للمزيد عن العمليات العسكرية لجيش النظام السوري انضم إلينا محمد بردويل إذن محمد أهلا بك أيضا لو تعطينا فكرة أكبر عما جرى اليوم في سوريا ميدانيا نعم شكرا لك عادل وأهلا بكم مشاهدين تصعيد واضح وخطير للعمليات العسكرية لقوات النظام السوري أبرز محطات هذا التصعيد كانت عند مدينة حمص طبعا فالنصيب الأكبر لهذا القصف على حمص طالح حي جرة الشياح الظاهر معنا هنا وذلك تعرض بوابل كثيف من القصف من الدبابات التي تحيط بهذا الحي من مختلف المحاور وتمنع قوات النظام الدخول إليه أو الخروج منه تم استهداف جامعي الفتح وجرة الشياح حيث تحتمي العائلات هناك أيضا في هذا الحي لنتابع بعضا من مشاهد هذا القصف طبعا هذه الصور كذلك الأمر مشاهدين تجدد القصف أيضا على ريف حمص وتحديدا على تلبيسة أيضا في تلبيسة تجدد القصف مشاهدين حيث شارك الطيران المروحي في عمليات القصف هنا كما نلحظ إذن وكذلك بعد زيارة لفريق المراقبين الدوليين إلى هناك الحال كان مشابها أيضا في الرستن هنا أيضا الواقع في هذه النقطة حيث دكت الطائرات المروحية بعدة صواريخ أهدافا داخل المدينة مما أدى إلى سقوط قتلى في العاصمة دمشق أيضا كانت هناك عمليات عسكرية لقوات النظام عنيفة في هذا اليوم حيث شهد حي برزة تحديدا الظاهر معنا هنا إطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة وثقيلة من قبل العناصر المسلحة حيث دارت اشتباكات بين قوات النظام وأيضا قوات الجيش الحر في هذه المنطقة وذلك بعد ذلك دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية إلى هذا الحي إلى محيط برزة مشاهدين إذن دفعت قوات النظام بأدبابات أيضا وطوقته بأدبابات قبل أن تقوم باقتحامه تحت وابل كثيف من القصف حي جوبر هو الآخر اقتحمته قوات النظام في هذه المنطقة بأليات عسكرية وأيضا دبابات وأقامت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل إلى ساحة العباسيين هنا وبعد ذلك طبعا جرت اشتباكات أو ساحة العباسيين كانت قد شهدت اشتباكات ليلة الماضية طبعا تطورات أخرى جرت مشاهدين في ريف دمشق أيضا ولكننا نكتفي بهذا القدر وعودة إليك عادل لاستكمال الملف السوري وملفات الثامنة شكرا لك محمد